موسيقى بالإعلامي محمد أحمد في تقديم البرنامج قبل من قدم دفنا المهم النهاردة أهلا بيك يا محمد عامل إيه تعالوا نشوف بقى مين دفتنا النهاردة في البرنامج معنا ومعاكم النهاردة دكتورة رانيا صلاح أخصائي التخاطب وتعديل السلوك ومدرب معطبت من جامعة تاني شمس أهلا بيك يا دكتورة أهلا بيك يا سمين أزايك بكتورة وردنا مرادة ومس كتير قوي مكلمني ومستنين الحلقة دي بأي طريقة الحمد لله لتوصل على فيه نبدأ أسألتنا بايا دكتورة رانيا عايزين نعرف إمتى الطفل بيبدأ يكذب وعايزين نعرف الكتب ده بيبقى مرضي ولا تخيولي طيب هاجي لما اجي اتكلم على كذب يعني أنا هتكلم على سلوك قبل ما نقول الكذب لازم نعرف إن السلوك سلوك مكتسب أي سلوك وحش حل فهو مكتسب أي سلوك ماما عملته بابا عمله هو مكتسب مش فطري الامهات فاهمين حاجة أهلط فاهمين إن الطفل لما بييجي يكذب ده طالع لعمه ده زي بابا ده أصلي هي ولا لها علاقة بالجينات ولا لها علاقة بالوراثة ما لهاش أي علاقة إنه هو مولود كده بالفطرة هو مكتسب يبقى أي سلوك عشان نطفك عليه سلوك مكتسب من البيئة المحيطة بتاعتنا لما اجي اتكلم وقول كذب طيب إمتى الطفل يقدر يكذب فيه أمهات كتير جدا بيقولوا من عمر الثلاث سنين الطفل بيتكلم وبيكذب أنا عايز أعمله تعديل سلوك النقطة دي أقف عندها دقيقة إنتي بتعديلي سلوك مين إنتي هتقولي المين ما تكذبش أنا بتكلم على الطفل النورمال الطبيعي اللي ما عندوش مشكلة في الإدراق اللي فاهمني كويس قوي ما جيبش طفل عنده الطراب ما جيبش طفل عنده أي نوع من أي أعاقة وقوله أنت المفروض مش هتكذب تعال بقى أنا هوجعك وعمل لك تعديل سلوك لا ما هو إدراقه قليل إدراقه واقع هو الإدراق بتاعه مش هيفهم يعني إيه كذب علشان أنت تصلحي له أو تعدلي له السلوك ده يبقى لما يجي أشغل أو أشتغل مع طفل أشتغل مع طفل إدراقه كويس إدراقه سليم ما عندوش مشكلة شنقدر أوجه وأقول أنا هعدل السلوك الكذب عندك النقطة التانية بتاعتي إن أنا بقى بعمل إيه بعديل سلوك لمين مستحيل تعديلي لسلوك طفل أقل من عمر الأربع سنين مستحيل الطفل لا يدرك نهائي معنى كلمة كذب معنى إن ده حقيقة وده خيال هو مش فاهم أصلا أنت بتتكلم على إيه هو مش فاهم يعني إيه إيه الكذب ده أنتوا بتقولوا إيه أنا قلت حاجة أه ما حصلتش بس أنا مش فاهم يبقى معنى كده عشان نبقى منتفقين مع كل أم مفيش حاجة سمع أعدل سلوك ابني قبل عمر الأربع سنين مفيش طفل في العالم كله بيجذب قبل طفل قبل سن الأربع سنين بتوع طيب يا دكتور إحنا جينا الأربع سنين والطفل مثلا فضل يجذب زي ما هو واستمرت المشكلة معاه بقى لحد ما دخل المدرسة إيه هو بيجذب لي إيه أسباب الكذب طيب قبل ما أقول أسباب الكذب فأنا عندي من الكذب ده أنواع كتي عندي الكذب التخيلي وده اللي أكتر وانتشر جدا في المجتمع بتاعنا وفي المدرس بتاعي كذب التخيلي الكذب عندي كذب الخوف كذب المرض كذب تلقائي عندي أنواع كتير قوي من الكذب أكترها التخيلي عندي الكذب عندي الكذب الانتقامي معايا ده إمتى لما الطفل بيكبر شوية بيدخل لسن المراهقة وفي عندي الكذب المبالغة لما الطفل بيطلع من الطفولة المتأخرة ويوصل معايا لسن المراهقة طيب لما ده أتكلم على الكذب بتاعي الصغيرين بقى اللي بداية سن الأربع سنين والخمسة والستة وطالع عند المدرسة طيب ده تخيلي طب أنا مش فاهم أني ده كذب طفل خيال واسع أنا النهاردة كنت النهاردة مع سبيدر مان وطلعت معاه ونطيت من فوق الأم بتعمل معاه إيه عيب أنت كده كده تذهب ما تقولش كده أنت كده بتجذب أرجوكي أرجوكي احترمي سنه احترمي التخيلات اللي عنده لأنه هو بيسمع حواديد كتير وبيتفرج على برامج أطفال كتير فتعال يعيش معاه في القصة بتاعته حد ما يكبر شوية ونوضح له أنه ده خيال في خيال ودي كلها حاجات مني الكارتوني وانت بتتفرج عليها واحدة واحدة وسنة سنة طيب عندي الكذب تفضل كنت عايز سأليك حاجة فيه بالنسبة بالكده طب فيه معظم في معظم البيوت وممكن أكترهم الأب والأمة بيعملوا صلوكيات غلط كتير فالابنة أو الابنة بيبصت هو ده المقتسب اللي أنا بقولك عليه لما ييجي البابا الموبايل بتاعه يغل ويقوله إيه؟ إغفل إغفل قوله بابا مش مهور أو نايم طب أنا بقولي مين أنا بقولي طفل عنده ست سنين سبعة سنين بيحصل كتير فعلا بالضبط ماما بابا قبلها قلتها قبل كده بابا قبلها أنت تذكرت لي والله أصلا كنت عند ماما وهي معاها ابنها وهي ما كانتش عند ماما صح هي كانت في مكان تاني كانت بتشتري طيب مش إحنا قلنا أن السلوك مقتسب طيب ما هو شاف ماما كذبت صح شاف بابا بيكذب طيب أما لنا هعمل إيه؟ طبيعي جدا مين اللي قسر دي؟ وده كذب الخوف صح ماما حتى الكبيات وعملانهم عصاير وعمل أعدا لطيفة جميلة جي الولد بيجري راح وقحها هو واخته لا والله مش أنا ده هي اللي قسرته ده كذب الخوف طيب ما هو لو أنت مش مرهبة من الأول وانت مش موترة وهو حاسس بالأمان معاك هو هيقول لها ماما أنا آسف وقعت غصبا عني مش هيخاف مش هيخاف ده كذب الخوف مش هيخاف طيب فيها دكتور أنا مديك أمان فطول ما الأم والأب ياسمين بيجذبوا هم هيقلدوه بس في أطفال مثلا تبقى الأم والأب مديينهم الأمان ومش بيجذبوا وما فيش أي حاجة وهم بيجذبوا طيب ده بقى ده اسمه كذب المبلغة طيب أنا طفل شاطر قوي 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 والناس كلها مبهورة بيا وأنا بحب قوي ألفت الانتباه أول ما باجي أحكي لك حكاية وأقول لك ده أنا المدرسة كلها سقفتلي وأنا لعبت في الجاردن وكنت بطل وكلهم قالولي راح مدير المدرسة بصي بقى هو دولاتي عمال يحكي أنا شدت انتباهك وشدت انتباهك وانتو الاتنين كلكم بتبصولي أنا كده ببالغ بقى ده اسمه ايه بالعامية عندنا الفشار في طفل بيفشر فهو بيكذب بس احنا بالعامية بنقول عليه إيه انت بتفشر دوت شد انتباهك وكلكم عايز يحس بالحضور أم عمل إيه عادي يحكي يحكي حكاياتك الله صدقة وصحيحة أنا كنت بطن وأنا عملت وعملت والمدرسة كلها قرمتني والمدرسة سقفتلي وانتو كلكم بصين بنظراتك الجميلة دي وانتو بتبصوا لي دلوقتي عمل إيه بقى له وراح مدير المدرسة عينني بقيت مدرس معاهم وقال له انت هتعلم الأطفال وهتديهم في الفي السيشون بتاعهم أو في الحساس انت كده بتادي التفشر بقى هو ده ايه كذب المبالغة علشان اشد انتباهك عايز اعمل حضور لي فيه كذب التاني كذب الغيرة طول ما انت بتفضلي أختي علي وبتقولي ده بصوا وعملت كلمة الناس ده هي قالت بطلة ده بتعمل الواجبات ده بتساعدني ده بتعمل وبتعمل 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 ايه انا بقى عايز اقول اي حاجة عشان انا كمان ألفت نظري ماما مش انا مبارح دخلت معاك المطبخ وحطيت الاكل كله هو ما عملش كده هو ما عملش كده طب عملت ماما بقى رد في علاقة ايه انت كذاب قدامي العديد ايه بقى دي كنت عايزة على حيك سؤال في كده المشكلة للأب والأم لما بيلاقوا الابن مثلا بيجذب ساعات بيتكبروا عليه مثلا بيعملوا معاملة فالابنة او الابنة بيعاند تمام فانا عايزة اعرف مفوض يتعامل ازاي يعني بيبقى غلطان ويعاند ويبجح تمام وانا عام هعمل ده واحد واثنين وثلاثة مرة واثنين وثلاثة تمام ده اللي هو ايه بقى سلوك ايه انت دخلت كده في سلوك ايه العند العند ده غير الكذب خالص طب لما اجي اتكلم على الطفل العنيد مبدئيا الطفل العنيد ده طفل زكي جدا يعني انا ما عندناش طفل ابنورما بيبقى عنيد مفيش الكلام ده تمام بيبقى عنيد فحاجات بس مش العند بتاعنا اللي احنا بنتكلم معي معي العند ده زكاء انا عايز افرد شخصيتي عليكم انا عايز اعمل اللي في دماغي بيبتدي مع الطفل من عمر السنتين تخيل اول عند بيعمله الطفل مع الماما بيعمل ايه بيشد منها المعلقة والاكل كل واحد دي مام بتاعي اكل لواحدي الام طبعا عشان مش عايزة تبهدل المكان بتاعها لأ انا اللي هاكلك هو لأ انا بصي 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 لزكاء لما بيجي على الطفل من سن صغير الام مبتدلوش فرصة للأسف هي بتدفن الموهبة الجميلة اللي عنده دي يا ستي اديله بس يعني اديله حيز اديله مساحة خليه اعبر عن نفسه حوا بيقول لسه صغير مثلا ابو الامي قولك ده لسه طفل صغير لا طب انت مسألة الاكل دي بالذات انا بتكلم فيها مع امهات كتير جدا تعبيني جدا يا جماعة الطفل بيمسك المعلقة وبياكل واحده من عمر السنة ومص بعد كده بيبقى اعتمادي وانت اللي بعد كده بتخسر تمام طفل يبتدي كل حاجة حتى تقوليله البس الشوزة لوحدك زرر الاميس لوحدك هات الفرشة هات المشت هات الكريم هات البرفان لوحدك هات حاكتك وتعالى جنبي لوحدك لكن الام اللي بتقول لا تعالى مش هتعرف طول ما انت بتقولي لابنك مش هتعرف مش هتعرف مش هتعرف مش هتعرف مش هيعرف هيطلع ما بيعرفش يعمل حاجة طب يا دكتور الاهل اللي بيكسروا حتة اللي عند في عيالهم دوت يعني يقولك ابني عنيد انا هفرد رأيه عليه ومش اخلي ليه شخصية ودايما هفرد انا رأيه عليه فيجي مثلا يكبر يخش جامعة يعمل اي حاجة يبقى شرط بابا وما زي ما بيقوله هو قبل الجامعة هي بتلاقي مشاكل كتير جدا ودا طبعا سلوك غلط جدا من امه الاب قبل الجامعة بتبقى شخصيته ضعيفة جدا ايو جدا في المدرسة بتقولك ان عايزها عشت لقلق بيبقى فيه سنة انطوائية لانه مش قادر ياخد قرار مع زميله صح اللي هم بيقولوا بينصاك معاهم ودي مشكلة كبيرة يعني لما ابنك يتربف بيئة كويسة جدا وانت مربية بزرع هتحصديها بعد كده هتحصديها زرعة حلوة زي ما انت عايزة بس طول ما هو ماشي في الطريق ده طب ما هو هينصاك مع زميله لانه هو ما عنده شخصية تمام هيبتدي يعمل اللي زميله عايزينه يطلع سنة وسن المرهقة هيعمل برضو اللي زميله عايزينه يطلع الجامعة هيعمل برضو اللي زميله عايزينه يشتغل ما يعرفش يشتغل مش هيعرف يشتغل ليه لان انت مدتلوش حيز انه يبني شخصيته هو ما بناش شخصيته من هو صغير احترمي رغباته لما الابن بيعاند أنا عايز ألبس ده أنت هتقول له لأ أنت هتلبس ده طيب الأم بتعاند جدا أنه بتقول له لأ أنت لازم تلبس ده زي ما أنا بقول هو عاند برضو معا يعني هو برضو بيعاند هو بيعاند عارف ليه و أنا لازم أعرف أنت ليه بتعمل كده أكلمه بالروح أنت ليه عايز التشيرت الجميل قوي ده مش تقول له لأ أنا قلت ليه مش هتاخد ده يا مش هتاخد ده وتشد ده بإذ الضبط ده كتير طيب أنت بقى بتعمل إيه انت ليه حيث تلبس ده عشان هو يقولك عايزة زي بابا اصلي ده شبه بتاع بابا اصلا انا عايزة لون زي بابا اصلا انا عايزة حط برفان زي بتاع بابا طبعا هو بيمسك برفان بابا اوعى ما تاخدوش لا اخدو ما تاخدوش يا جماعة ما احنا لازم نفهم ان الممنوع مرغوب طالما انت بتقولي لأ على حاجة هو هيصمم عليها لان انت على طول بتقولي عليها لأ طب تخيالي لما تديله حايز بقى وما تقولي لهش لأ او وحدة وحدة معاه تشوفيه هو عايز ايه هو بيعاند ليه هل هو غيران من طفل يعني جيب عديد طفل قاعد في مملكة هو الملك فجأة جابوله ملك صغير وقالوله ده هيعيش معك في مملكتك انت اتخر على جنب عشان هو هياخد الملك ده دلع وراحة وكل حاجة للطفل ده طب انا بقى هبهدلك الشقاء وهكسرهالك وعمل لك كل عام حتى انت اهتمي بيا زي الاو حتى انت اهتمي بيا ففي اسباب للعنات طب هل هي دكتورة العنات ده ممكن يقدر يتخطى الاب والام يقدر يسيطر عليه وهو الطفل صغير طبعا طبعا على فكرة يعني معنى كده ان لو الطفل وكلامك ان لو الطفل كبر مقدرش سيطر عليه لا اقدر سيطر عليه طب الام بتعمل ايه مثلا في سنه ما بعد التلات سنين او السنتين بتمزل لقدراته هو بتمزل لدماغه هو بتمزل لطريقته هو في الكلام انت عايز تاخد ده ليه عايز تلبس ده ليه انت عايز تعمل ده علشان خاطر ايه علشان خاطر هو يقولها وهي لازم تحترم رغبته عارفة لو هي صاحبته وتقوله انت صاحبي انت صديقي انت حبابتي انت مش انت صاحبتي واحنا بنقول لبعض كل حاجة وليلي احنا ليه شلنا دي وحطناها هنا يمكن البنوطة ليها وجهة نظر في الاب وام وصعد هما بيخلوا اولاده هما اللي يعملوا في الحاجة عارف ليه لان للأسف الاب والام احنا اتفقنا انه اما مش بيجتمعوا على استراتيجية معينة في التربية بص تلاقي الاب في اتجاه والام في اتجاه الاب يقوله ما تعملش ده والام تيجي تقوله تعالى ما لكش ده وبيعمل ده بيعصبوه كميرا هو لا انا طلخبط اصلا انا طلخبط انا مش عارف انتوا عايزيني اعمل ولا ما عملش هو انتوا عايزيني اسمع كلام دي ولا كلام ده طب انتوا عايزيني يعمل ايه بالظبط هو مش عارف امه اصلا مش عارفيني وفي دكتور بردو حاجات بتاع فيها كل ام وكل بيت يقولك مثلا في الطفل مثلا هو صغير بص يا حبيبي يطف على طانت اشتم طانت الولد يعمل ويتعزز وبروف وده بيتطف على طانت وييجي يجي بعد الاربع سنين اه وثلاث سنين ابني عايز تعديل السلوك انا مش عايزة يقول كده اصحابي بيتحقوا علي معلش انا لما بيجيلي طفل بتقولي مثلا اربع سنين خمس سنين عايزة عامله تعديل السلوك باخد البيانات اوكي طب انت هو ايه هو ايه هو ايه انا مش شايفة ان الطفل اضنر ومانتب انت عايزة تعمله تعديل السلوك ايه والله اصله بيشتم اصلا هو كل ما بيشوف حد بيشتمه اقول لها طب اوكي مش هو سمع الشتيمة فين مع كل فعل ليه رد فعل رد فعل صح هو سمع الشتيمة مش احنا قلنا السلوك مكتسب صح انا هعملك في ايه انا عايزة عارفه هو سمع الشتيمة فين قلتلي بابا طول ما هو قاعد بيشتم او لا تبينسي جاياني انا هعملك ايه طب انا هعدل السلوك الكبير ولا سلوك بالضبط فحضرتك زي ما انا قلت سلوكك في البيت مرايتك انت بتربي زي ما انت بتعمل حط كده مراية هتلاقي ابنك بيعمل زيك بالضبط انت بتكلمه بتقوله لو سمح ومن فضلك بعد اذنك ممكن تجيب لي مية ابنك هيقولك اتفضل يا ماما يا بابا المية هتتقوم تقوله شكرا هيتعود بعد اذنك ولو سمحت ومن فضلك وشكرا لكن تعال يا مجرم لو لقى العكس بقى تعال انت وحش انت ايه هيعمل زي بالضبط هياخد الكلمة ويروح ينقلها بالتالي لما بيجي يدخل النارسر اول سكول بتاعته اول حاجة اول شكوى بتلاقيها بيقولولك دي تربية صح بيقولولك دي تربية ما بيقولولك دي عايز تعديل سلوك مؤخرا قلنا تعديل السلوك ده يا جماعة الطفل النورمال اللي معندوش مشكلة ماما اللي تعديل سلوكه مش المراكز هم اللي هيعدل سلوكه ما تجيب ليش طفل ما عندوش مشكلة ومشكلته تكون داخل الاسرة ومطلوب مني اعدلها عدل سلوكك انت يا بابا وعديل سلوكك يا ماما تلاقي سلوك ابنك زي مايش عايزة تربيه الاب والامة مش بيعترفوا ان هم سلوكهم غلط مش بيعترفوا ان هو قاسي على ابنه عشان كده دور على الحنان بره عشان كده هو كذب عليه في واحد اثنين ثلاثة هو وامه علشان كده هو بسلا بيعانت معاه في السلوك دوت وبيعمله غصب عنه ما بيعترفش بكده ما بيعترفش ان هو اللي كان سبب ده كله هو ممطو وبيعترف انا ممطو احنا بنوفر لك اكل وشرب ومدارس كويسة وكل حاجة انت ليه ليه فاسد ليه بتطلع بتكذب ليه مش عارفة بتعمل ايه حاجة ده غلط طيب ده حلو ايه حلو عندك انت في برنامج زي البرنامج الجميل اللي انت عاملاه انت كده بتوجهي الاب والام للخطأ بتاعكم اي دلوقتي كل الفيديوهات اللي على السوشيال ميديا اللي بتتوجه للامهات وتوريهم ايه اخطأكم انتو غلطتوا في تربيت ولادكو في واحد اثنين عشرة يلا نعدل علشان زي ما هتزرعي زي ما هتحصدي مش هتيجي تزرعي تين في الاخر هتلاقيه جميز هتلاقيه تين زي ما هو وهيبقى مسكر وحلو زي الفن لكن ايه هتزرع سلوك غلط وعايزه في الاخر تاخد منه سلوك كويس وتفرح به بعد كده وما يجلبش مشاكل من الاسكول بتاعته طب عايزنك يا دكتور احنا لو عايزن ننصح الام نقول لها الكلمة مثلا تتعامل زي مع طفلها لاني نقول لها ايه اه اطفلنا اه انا اسف والاب ولا الام الاتنين مش احنا متفقين اني لازم استراتيجية معينة في التربيع امشي عليها احنا الاتنين مع بعض ولا الام اللي واحدها هتعرف تربي ولا الاب الا اذا في طبعا ام بتبقى ارمالة او مطلقة هي قادرة تماما اني هي تربي هي كل حاجة انا بتكلم لما يكون في طرف تاني في البيت طب لما يكون في طرف تاني ليه في البيت لان ده بيقول يمين وده بيقول شمال بالتالي الطفل هو اللي بيقع معي معي طيب انا المفروض انا بعمل ايه مع ابني انا ببعد ابني عن كل المشاكل الاسرية يا جماعة المشاكل الاسرية اكبر حاجة بتعمل اضطرابات نفسية للاطفال بتعمل لهم اضطرابات نفسية كبيرة جدا داخل الكيج بتاعهم اول ما بيروحوا نرسلي داخل السكول بتاعتهم بتعمل مشاكل بعد كده لان انا قاعد في جو كله توتر وقلق وخوف وماما كل شوية تقول انا حمشي وهسيب البيت انا تعبت انتي ما بتعمليش لأ انت اللي ما بتعملش طفل ليه بدل قاعد كده باصيس على طول مش عارف الآن متوتر ده طفل ده طفل لو ما جالوش تباول لا ارادي بيجيلوا تلعصهم في الكلام لو ما جالوش تلعصهم في الكلام بيجيلوا للطرابات النفسية اللي هي بتبقى خوف شديد جدا من كل الاشخاص اللي حواليه وشخصيته بتبقى ضعيفة جدا فيا بابا ويا ماما يعني ده نداء لولادكو صحيح بلاش حواجبكو المقفولة دي ده موظمهم كده يا دكتورة ودي المشكلة بقى كلهم بيجيل في الويش والطفل اللي هو الطفل مش عايز يشوف ده الطفل عايز يشوف مين اوه مع بتحكوا بيش مو بحكة عايز يشوف برافو شاطر عايز يشوف اقول ما افتح له الباب بيقوا السكة من صوره انت وحشتني يا تحضن جبير يا قلبي يا حياتي يا عمري ده انا النهاردة عامل لك كوب كيك ده النهاردة عامل لك حاجة جميلة تخلي ولادك في المدرسة وهم مش موجودين او في اي مكان علق لهم بلالين من غير مناسبة من غير مناسبة اعملي جو بحجة على طول حتى لو انت فيه بظهرك سكينة مفيش بيت في العالم كله مفيش مشاكل مفيش بيت ما عندوش اضطرابات نفسية داخل الزوج والزوجة مفيش اسرة ما عندهش مشكلة تمام شكرا جدا يا دكتور شنو قط حلقتنا ما نحنناش من العصبية حلقة تانية ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح والتوفيق الحلقة الجميلة بتاعتي ربنا يخليك نورتني جدا يا محمد وعايزة لسه اقول رسالة لكل ابو وامي يا ريت بجدد صاحبه وتسمعوا كلام دكتور رانيا صاحبه وعيالكم تكونوا احنا ينين عليهم ما تخليش ابنك يروح يدور على الحنية برا او تمنع ابنك من سلوك غلط انت بتعمله وليكن انت بتكلم ستات على امراته وابنك بيشوفك بيعمل كده وانت صغير ويطلع الجامعة يتخش الجامعة ويتكلم بنات تيجي تعاقبه وتقول انت بتاع ستات تمانت اللي كنت بتعمل كده ما تبقاش قاسي على بنتك وتضربها وتخليها تدور على الحنية برا في سن اعدادية او في سن مراهقة وتيجي تعاقبها على كده صاحبوا عيالكم اتكلموا معاهم احتووهم عملوهم زي ما انتوا يعني تعاملتوا ايام زمان ايام كان بقى حتى انت بتعاملت بالاسوأ ما تعاملنش عيالك بالاسوأ ويتمنى تكون الحلقة عجبتكم مع دكتورة راني واستفدتوا انها جدا ان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية من برنامجكم حوار مع اسمين